اشتركوا في القناة خب العربية وعشاقها من كل فج ومن كل فوج في منصتنا الرائدة نصة مجمع اللغة العربية في مكة المكرمة حرصها الله وشرفها وبعد نقسم المعجميون العرب مكونات المعجم إلى أربعة عناصر أساسية تتمثل في مادة المعجم والمداخل والترتيب والشرح أو التعريف ويقصدون بمادة المعجم الكلمات أو الوحدات المعجمية التي يجمعها المعجمين ثم يرتبها ويشفح معناها يضاف إلى ذلك طريقة النطق والمشتقات وهذه المادة تختلف من معجم لآخر تبعاً للهدف الذي يسعى إليه واضع المعجم أو الذين يستعملون ذلك المعجم أو الوظيفة التي يرى أن المعجم ينبغي أن يحققها ومن هنا اختلفت المعاجم وتعددت تبعاً لما يسعى إليه المعجمي من وضع معجمه فهناك المعاجم الأحادية اللغة والثنائية اللغة والتاريخية والوصفية وكما أن المادة المعجمية تختلف من حيث طبيعتها فهي تختلف كذلك من حيث الكم فالمعجم الذي يوجه إلى طلاب المدارس غير المعجم الذي يوجه لطلاب الجامعات مثلاً ومعنى هذا أن مادة المعجم تضيق وتتسع فتكون مادة لغوية خاصة أو عامة وكل ذلك تبع لما يضعه واضع المعجم في حسبانه في الهدف من تأليف معجمه وكل ذلك يعني أن مادة المعجم عنصر غير ثابت بل يختلف باختلاف الغرض منها ومن يستعمل ولقاء اليوم علوانه البيانات المعجمية العربية بين المنهج والصناعة يصحبنا فيه فعادة الأستاذ الدكتور عبد العزيز المسعودي الأستاذ في جامعة القصيم والأستاذ الدكتور عبد العزيز المسعودي أستاذ علم الدلالة والمعجم في قسم اللغة العربية بكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية جامعة القصيم حالية وأستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة سوسة سابقة من أهم أعمال سعادته المتصلة بموضوع المحاضرة كتاب الاستدراك على المعاجم العربية الحديثة التطور اللغوي في العربية بين المعجم والنحو ومن البحوث المنشورة الوحدات المعجمية العبارية قصائصها واصطرفها في المناويل المعجمية ومن قضايا التمثيل والاستشهاد في المعجم اللغوي العام وغير ذلك مع الأستاذ دكتور عبد العزيز وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصوت واضح؟ وعليكم السلام ونحب نعم دكتور ورحمة الله مساء الخير دكتور مصطفى لك ولكل المتابعين أين مكانوا كل التحية والتقدير لمجمع اللغة العربية بمكة المكرمة على جهود دعوبة في خدمة اللغة العربية وعلى إتاحة هذا المنبر المتميز لتقاسم المعرفة وتبادل الرأي وأتوجه بشكر خاص إلى سعاد الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن علي الحربي رئيس المجمع وإلى سعاد الأستاذ الدكتور محمد ربيع الغامد على ما بذله من جهد واهتمام لترتيب هذا اللقاء هذا اللقاء عنوانه البيانات المعجمية العربية بين المنهج والصناعة وهو يهدف إلى محاولة تقييم الوضع الراهن للصناعة المعجمية العربية من خلال التركيز على قضايا المادة المعجمية لذلك سنحتاج من حين إلى أخرى إلى مقارنة واقع المعجمية العربية بما هو موجود في عالمنا في هذا العصر وهي مقارنة ضرورية لمعرفة حقيقة وجودنا في حلبة العلم والتقنية في هذا المجال ونحن إن لم نفعل ذلك فسيصدق علينا قول المثل السائر كل مجر في الخلاء يسر أبدأ بعرض المحاور الكبرى لهذه المداخلة إذن المحاور الكبرى هي التالية إذن الوضع الراهن للمعرفة في مجال البيانات المعجمية الحدود المعرفية للموضوع والمعاجمية بمعنى المعجمية التطبيقية وتحديات المنهج والمعاجمية العربية وتحديات الصناعة ثم أختم بالإنجازات وأفاق التطوير بالنسبة إلى الوضع الراهني إذا عدنا إلى تاريخ صناعة المعاجم نلاحظ أن جمع اللغة ووضعها في قوائم أو مصنفات هو تقليد قديم في تاريخ اللغات وهو يعود إلى حوالي خمس ألاف سنة مضت حسب بعض الدارسين والعرب بشهادة المستشرقين كانوا في الماضي من الأمم الأكثر تقدماً في المنشاط المعجمي وجمعاً ووضعاً ومنهجاً لا سيماً في تلك الحركة العلمية اللسانية الفريدة المعروفة بحركة جمع اللغة لطفة الدكتورة الشريحة الأولى ثابتة ما زالت ثابتة كمعية نعم إذن أنا أعرض فقط العناصر في كل شريحة نعم نعم برطوك نعم إذن نحن الآن في النقطة الأولى إذن الوضع الراهن للمعرفة في مجال الصناعة المعجمية وفن وضع المعاجم في العصر الحديث لم يصبح علماً ذا أسس النظرية واضحة إلا في سبعينيات القرن العشرين بعد صدور كتيب المعجمية التطبيقية لأتشيكي الأمريكي لادسلاف زغوستا بعنوان Manual of Lexicography ثم في بداية الثمانينيات القرن العشرين ظهر نوع جديد من القواميس وضعها أصحابها تطبيقاً لنظرية المعجمية المنوعة عفواً لنظرية المعجمية المعينة منها أذكر وضع الروسي إيغور ميلشوك والكندي أندري كلاس المعجم الفرنسي ديكسيونير إكسبيكاتيفي كومبيناتوار دي فرنسي كونتوبوران قاموس الشرح والتعاملية للغة الفرنسية المعاصرة من منشورات جامعة مونريال ثم وضع ميلشوك بالاشتراك مع جاريكوزكي القاموس الروسي وتعريبه قاموس الشرح والتعاملية للغة الفرنسية المعاصرة وهو تطبيقاً لنظرية نفسها أي نظرية من المعنى إلى النص في الإنجليزية وضع جون سينكلير القاموس الإنجليزي كولينز كوبيلد Advanced Learner's Dictionary ما زالت صفحة العنوان هي للثابتة دكتور نعم إذن في الشرائح أنا سأعرض دكتور العناصر الرئيسية فنحن ما زالنا في العنصر الأول الذي يظهر أمامنا الآن صفحة العنوان البيانات المعجمية العربية إذن هذه صفحة الأولى ثم الآن أنا عندي الصفحة الثانية وهي محاور المداخلة لا تظهر هذه عندكم دكتور؟ لا تظهر دكتور ممكن تخرج وتغلق الملف وتفتحه مرة أخرى نعم طيب إذن كنت تتحدث عن محاور المداخلة أو عن الموضوع المداخلة وقلت هو محاولة تطبيق أو تقييم على الصحة الوضع الراهن للمعجمية العربية وبدأت في تذكير تاريخي سريع لإنشأنا النشاط المعجمي بدءا من التقاليد القديمة عند الشعوب القديمة في المتمثل في وضع كتب أو قوائم في المفردات وذكرت أن وضع المعاجم لم يصبح علما إلا في سبعينيات القرن العشرين مع صدور كتاب أتشيكي الأمريكي لادسلاو بسغوستا ثم هناك تحول آخر مهم حدث في ثمانيات القرن العشرين وتمثل في وضع معاجمة بمثابة تطبيق لنظرية معجمية معينة بدأ ذلك مع إيغور ميلشوك الروسي ووضع معجما بالفرنسية اسمه ديكسيونير إكسبيكاتي في كومبيناتور دي فرنسي كونتابوران أي قاموس الشرح والتعاملية للغة الفرنسية المعاصرة وضعه مع أندري كلاس ثم وضع معجما باللغة الروسية مع جلكوفسكي بعنوان أي قاموس الشرح والتعاملية للغة الروسية المعاصرة وهو تطبيق للنظرية نفسها وضع جون سينكلير بالإنجليزية كولينس كونبيولد Advanced Learns Dictionary وهو تطبيق للنظرية السياقية عند فرث وكذلك ظهرت إذن معاجم هي بمثابة محاولات لتطبيق نظريات والأمثلة في معجم كوبيوت كولينس إذن هي مأخوذة من مدونة كبيرة هي مدونة كولينس تضم أربع بلايين ونصف كلمة ترشد المستعمل إلى كيفية استعمالها في سياقاتها الحقيقية في السنوات العشر الأخيرة صدرت دراسات أكاديمية تناولت المعجمية التطبيقية أو المعاجمية من زوايا تخصصية متعددة مثل المعاجمية البداغوجية والمعاجمية الرقمية أو الإلكترونية في عصر الحوسبة والإنترنت وسؤالنا هنا ما وضع المعجمية العربية في ضوء هذه المستجدات العلمية والتقنية في الواقع المعجمية العربية تواجه جملة من التحديات نذكر منها تحديات المنهج وكذلك تحديات لوجستية تتعلق بتركيز بنية صناعية قارة لإنتاج المعاجم كذلك هناك تحديات رقمية وهي تحديات جديدة تقتضي مواكبة التطور التكنولوجي والرقمي سنرصد أبرز هذه التحديات انطلاقا من قضايا المادة المعجمية وقبل ذلك يمكن أن نحدد أو ربما من المستحسن أن نحدد المجال المعرفي الذي سنتحرك فيه فالمداخلة كما واضح تدور حول المادة المعجمية والمادة المعجمية التي تعنينا هي مادة المعجم اللغوي العام وليست المادة المعجم المختص أو المعجم الموسوعي بالنسبة إلى المنهج إذا انطلقنا من المسلمة المعروفة التي تقول العلم هو المنهج توجب علينا أن نحدد إحداثيات التخصص من صح التعبير فالتخصص المعروف عند الجمهور المثقفين هو المعجمية وفي الواقع الأمر يتعلق بعلوم معجمية نذكرها سريعا سريعا بالتذكير ثم لغاية سأوضحها بعد حين العلوم المعجمية إذن تشمل تخصصات كثيرة منها الأسمائية وهي العلم الذي يدرس الأسماء الخاصة وفيه فروع أيضا هناك تخصص يهم الأعلام أعلام الأناسي وهناك تخصص يهم أعلام الأماكن والمواقع وأيضا هناك تخصص الأسمائية الأدبية وحسب علمي إذن هذا التخصص ليس فيه بحوث أو مؤلفات العربية نجد أيضا علم العبارات وكذلك المصطلحية هناك من يجعلها فرعا من المعجمية لكن ما يهم المعجم اللغوي العام في التصور السائد هو فرعان في الواقع في ضوء ثنائية التنظير والتطبيق المعجمية النظرية أولا ويمكن أن نختصرها هنا بمصطلح المعجمية ثم المعجمية التطبيقية هي فن صناعة المعاجم فنمكن أن نسميها هنا اختصارا المعاجمية وفي الواقع الأمر لا يتعلق بتخصصين واضحي الحدود إنما هناك تدرج من التنظير إلى التطبيق وعلاقة النظر بالتطبيق في مجال المعجمية إذن هو بمثابة علاقة الرياضيات بالهندسة حسب إيغور ميلشوك إذن هناك مستوى في المعجمية التطبيقية الآن هناك مستويات أيضا فهناك مستوى تطبيقي خالص وهو القاموسية وهذا الترجمة لديكسيونيريك حسب مصطلح بيرنار كيمدا وهناك إنشأنا المعاجمية وهي الليكسيكوغرافي وهناك تخصص وسيط بينهما يطلق عليه بيرنار كيمدا ما وراء المعاجمية متاء الليكسيكوغرافي إذن هذا تخصص جديد موضوعه دراسة المعاجم في ذاتها من حيث أشكالها وأبنيتها واستعمالاتها ونقدها والتاريخها ودورها في المجتمع بعد استعراض هذه التخصصات بصفة سريعة يمكن أن نخرج ببعض الملاحظات أولا نلاحظ تشعب المجال المعرفي وتفرع العلوم المعجمية عند الغربيين وفي ذلك دليل على التقدم السريع الذي أحرزته هذه العلوم في مستوى التطبيق والتنظير كذلك نلاحظ سرعة التقدم المعرفي والتقني عند الغرب وهو ما يترتب عنها اتساع الهوى بين المجتمعات الغربية وسائر المجتمعات والجماعات اللغوية الأخرى وهذا ما يجب أن نتابع إليه نلاحظ أيضا من المفيد أن نتعرف على بعض التخصصات الجديدة إذن مثل هذا التخصص ما وراء المعجمية ميتاليكسيكوغرافي وفي هذا الإطار يمكن أن نطرح بنسبة إلى المعاجمية العربية جملة من المسائل إذن منها المسائل المنهجية التي تخص جمع المواد المعجمية كذلك من المسائل كيف نعالج البيانات المعجمية قبل وضعها في المعجم وكذلك كيف يمكن أن نقدمها للمستعمل في شأنها في شكل رقمي إذن نبدأ بقضايا المنهج إذن في قضايا المنهج يمكن أن ننطلق مما لاحظه كثير من الدارسين منذ عقود مثل محمد رشاد الحمزاوي وأحمد مكتر عمر وإبراهيم بن مراد وعلي القاسمي وعلي اليحيوي وغيرهم إذن لاحظوا هذه الفجوة بين الواقع اللغوي والمعاجم فالمعاجم المتوفرة بذن تعتمد المعاجم الحديثة تعتمد أساسا على مدونة المعاجم القديمة وتهمل أو تهمل إلى عدم الإلمام بالمادة الحية وأكثر معجم اعتبره الدارسون مجددا عند صدوره سنة ستين وتسعمائة ألف هو المعجم الوسيط ونسبة مواده الجديدة المعربة والمحدثة حسب دراسة لعبد العزيز مطر قدمها في ندوة سنة سبع وثمانين وتسعمائة ألف في أعمال ندوة المعاجمية العربية المعاصرة بتونس إذن حسب إحصائه إذن هناك تسع بالمئة فقط من الرصيد الإجمالي لهذا المعجم إذن هي من المادة الجديدة السؤال بطبيعة الحال هنا ما سبب تقصير المعاجم الصادرة بعد عصر المعضة العربية في استيعاب المادة المعجمية الحديدة من الأسباب ربما الخلفية الفكرية التي تعود إلى إيقاف حركة جمع اللغة والقول بانقطاع سلامة اللغة الفصيحة في زمان ومكان محددين إذن نعرف هذا إذن القبائل العربية حتى القرن الرابع للهجرة سكان الحواظر حتى القرن الثاني للهجرة فكل ما جاء بعد هذا فهو مولد وسنعود بعد حين إلى مفهوم التوليد فاللغة الفصيحة إذن بالاعتقاد السائد هي اللغة الموجودة في بطون المعاجم القديمة وهذا الموقف كأنه مزال له تأثير في الوعي أو اللاوعي اللغويين في هذا العصر كذلك من أسباب مفهوم التوليد وفيه الكثير من اللبس والطبابية وفيه حتى دحافة سلبية لأنه يشمل كل ما جاء بعد عصر الإحتجاج من إحداث ومن لحن أيضا ورغم محاولة بعض اللغوين المحدثين مثل مصطفى الشهابي ومجمع اللغة العربية بالقاهرة رغم محاولتهم التمييز بين أصناف المولد وقبول ما يراعي أقصة كلام العرب من إشتقاق ومجاز فإن الفصاحة إذن تبقى عند الجمهور إذن مرتبطة بعصر ولأ وانقضى وفي الواقع التعامل مع المواد المعجمية الجديدة بهذه الطريقة هو يعزل اللغة العربية عن محيطها اللغوي الحي لأن نظام المعجم هو نظام مفتوح وليس نظاما مغلقا مثل نظام الصوتي أو الصرفي أو التركيبي فالمعجم الطبيعي في الأنسنة البشرية الحية إذن هو يتجدد باستمرار تختفي منه مفردات يهجرها الاستعمال وتنشأ فيه مفردات أخرى تحيل على كل ما يطرأ في الواقع اللغوي من موجودات ومفاهيم ويتوقع من المعاجم الصناعية أن تواكب حركة اللغة وحركة التطور فإذن المورد الأساسي لجمع مواد اللغة العربية المعاصرة يجب أن يكون الاستعمال الفصيح الحي وليس ما دونا في بطون المعاجم وما جمع شئنا قديما فهذه المادة فيها ما هو مهجور فالرصيد الحي إذن هو بطبيعته مستعمل والمهجور إذن يمكن استغناعا في المعاجم الحديثة أو المعاصرة وهنا يجب أن نوضح أن إنجاز معجم معاصر لا ينافس المعاجم القديمة ولا يغني عن استعمالها لأن المعاجمة هي أدوات لغوية تتنوع حسب الحاجة في معالجة مواد اللغة فإذن المستعمل إذا كان يتعامل مع نص طراثي إذن هو سيعود مثلا إلى لسان العرب إذا كان يتعامل مع نص حديث إذن هو فسيعود إلى معجم حديث إذن هناك إشكالات منهجية هذه الإشكالات المنهجية إذن تتمثل في إنشاءنا ما ننتظره في الواقع من المعجم الحديث وهو أن يستوعب الرصيد الجديد وأن يستوعب كل أنواع الوحدات المعجمية من مركب ومتشاعد ومن متلازمات ومن مصطلحات رائجة إلى غير ذلك ويجب أن يشمل أو من المتوقع أن يشمل أنماط العربية الفصحة وأبدالها المستعملة مشرقا ومغربا وأن ينفتح على المعرب والدخيل الذي راجب الاستعمال ولا مقابل له في العربية وأيضا أن يستفيد أو أن يأخذ من شواهد الاستعمال الحي ومن لغة كبار الأدباء مثلا بالتبعات الحالة ندخل في تفاصيل تقنية لأن هذه المسائل أثيرت في دراسة الاستدراك على المعاجم العربية الحديثة قد صدر منذ قل من شهرين عن مجمع الملك سلمان بالعالم للغة العربية هنا نكتفي بطرح بعض الإشكالات المنهجية المتعلقة بالمواد المذكورة من الإشكالات مثلا في الشواهد من هو الأديب الكبير أو الأديب الجيد الذي نأخذ عنه الشواهد فإيغور ملشوك مثلا يلاحظ أن الأدباء الكبار إذن هم أول من يخرق الاستعمال السليم إذن فلابد من وضع شأن مقيس في اختيار الشواهد بالنسبة للأبدال المصطلحية مثلا نلاحظ في مصطلحات الإدارة إذن هي تتنوع أحسب البلدان العربية فإذن كيف نأخذ هذه المصطلحات في غياب توحيدها بين البلدان العربية بالنسبة إلى مسألة الرواج في الاستعمال فكيف نضبط مقيس الرواج فنقول هذا رائج وهذا غير رائج ثم جامع اللغة في حد ذاته ما وظيفته هل يوثق ما يروج في الاستعمال الفصيح أم يحق له أن يضع مفردات من اقتراحه إذن كيف يراعي وضع المعاجم حركة التطور إلى آخره إذن كيف نتعامل مع فصيح اللهجات العربية وهي أكثر تنوعا مما كانت في اللهجات العربية القديمة إذن إلى آخره هذه عينة من المشاغل المنهجية الإجرائية التي تحتاج في الواقع ورشاة عمل ينظمها المختصون المعنيون بمشروع معجمية معين وذلك بعد تحديد نوعية المعجم المنجز وبعد تعيين الجمهور المستهدف إذن في هذه الحالة لابد من ضبط مقاييس إجرائية ولابد من حسم الخيارات المنهجية بصفة موضوعية رصينة وهذا لا يكون إلا في إطار مؤسسة متخصصة في الصناعة المعجمية وهنا نصل إلى المحور الموالي وهو مسائل أو مشاغل الصناعة المعجمية فلنعرف حقيقة واقعنا في هذا المجال علينا أن ننظر في ما هو موجود في هذا العصر ما هو موجود حولنا في هذا العالم وأبرز ما نلاحظه هو موجود مؤسسات قارة عند الغربيين لصناعة المعاجم ونذكر منها على سبيل المثال مؤسسة وابسترز الأمريكية وفي الأصل نواها وابستر هو معجمي إنجليزي إذن أمريكي نشر المعجمه في بداية القرن 19 وتواصل بشكل مؤسسة في الفرنسية نجده مؤسس لاروس لثيار لاروس وإذن كانت له مكتبة ووضع معجم لاروس الصغير سنة 56 وثمانمائة وألف والمؤسسة ما زالت إلى الآن تنشر المعاجم وتتعهدها باستمرار كذلك مؤسس روبار وروبار هو ناشر فرنسي للقواميس بدأ في خمسينيات القرن العشرين والقواميس التي تنشره هذه المؤسسة يشرف عليها عالمان هما أناري وجوزيت ريدبوف كذلك إذا ذهبنا إلى الألمانية نجده معجم دودن وهو في الأصل اسم لفقيه من فقهاء اللغة في القرن التسع عشر هو كونراد دودن وهذا المعجم هو بمثابة الإنجيل للغة الألمانية وكذلك نجد زينجاريلي في الإيطالية إلى آخرين فالسؤال هنا هل توجد عندنا مؤسسات من هذا القبيل متخصصة في نشر المعجم العربي أي مؤسسات ذات وجود قار ونشاط مستمر ومؤسسات توظف الخبراء في التخصص وتتعهد المعاجم بالتحين الدوري إذن الجواب حسب علمي لا لا توجد مؤسسة مثل المؤسسات التي ذكرتها عند بعض الشعوب الغربية إذن الموجود عندنا هو العمل بوتيرة تغلب عليها المبادرات الفردية والضرفية بل لعلنا نجد أحياناً القدامى متفوقين على المحدثين في بعض مجالات الصناعة مثل نشاط القدامى في الاستدراك ونجد عندهم كتب في التكميل والتذيل وجمع الفوائت إلى آخره فالتراث إذن أنتج كم من كبيراً من المعاجم تميزة بالتنوع وطرق الترتيب والمحتوى الغزير إلى آخره فصناعة المعجمية الحالية إذن هي لا ترقى إلى ما هو موجود عالمياً وهي أيضاً أحياناً في بعض النواحي لا ترقى إلى على الأقل من ناحية الكمية أو من ناحية التنوع إلى ما كان موجوداً في التراث إذن هذا بالنسبة إلى ما يمكن أن نسميه الصناعة المعجمية التقليدية هناك الصناعة المعجمية الرقمية وهنا تواجهنا تحديات جديدة في العقود الأخيرة استثمرت المعاجمية الغربية التطور التكنولوجي في المجال الحاسوبي فأنعكس ذلك على هذا التخصص فظهرت معاجم مدعومة بالحاسوب ومعاجم إلكترونية بل معاجم ذكية فبالنسبة إلى المعاجم المدعومة بالحاسوب إذن هناك خوارزمات للتحليل الصرفي تم وضعها حتى تمكن الباحثين من رصد الوحدات المعجمية الجديدة والتعرف عليها آلياً لأن جمع المادة يدوياً إذن هي عملية مضمية وتطلب وقتاً طويلاً إذن هذه التطبيقات موجودة في بعض اللغات مثلاً في الإسبانية أو في غيرها من التقنيات التي تدعم تأليف المعاجم أيضاً ما يسمى نظام تحرير القواميس Dictionary Writing System إذن هي برمجيات معدة خصيصاً لمساعدة المعاجم على تحرير القواميس وضمان جودة المنتج في وقت معه في مجال المعجمية الإلكترونية إذن نحن نستعمل الإنترنت ونلاحظ وجود معاجم في البحث عن بعد ما يسمى Online Dictionaries إذن فالمهتم مثلاً أو من يستعمل أحياناً اللغة الإنجليزية يجد موقع على الإنترنت اسمه One Look Dictionary Search إذن في هذا الموقع يوجد حوالي أربعين معجماً وموسوعة لغوية بريطانية وأمريكية مرفقة بتسجيل الصوتي وبالكتابة الصوتية وبالشروح إلى غير ذلك وصفحة الأولى نجد شرحاً للكلمة التي نبحث عنها شرحاً مختصراً ثم لدينا قائمة في هذه المعاجم الموسوعات نختار منها ما شئنا فكلها في موقع واحد فإذن نلاحظ هنا أن المعجم الورقي المطبوع في الواقع هو حد أو حجم محدود لكنه بدأ يتحول مع الإنترنت إلى قاموس تفاعلي مفتوح على شبكة المعلومات وهذا ما يجعل الحجم الاحتمالي لهذه المعاجم غير محدد كذلك في المعجمية الذكية أو المعجمية الذكية نلاحظ قفزة أخرى إلى الأمام فالمقصود بالمعاجم الذكية smart lexicography هو التعاون الفعال بين الإنسان والآلة فتسند إلى الآلة كل المهام القابلة للأتمة ويقتصر دور الإنسان على النقاط التنظيمية أي أن النقاط التي تطلب إجتهاداً بشرياً فأصبحنا في هذا العصر نسمع بصنفين من المعاجمي حسب هوية العرفانية للمتلقي فهناك معاجم موجهة إلى الاستعمال البشري وهناك معاجم موجهة إلى الآلة المنوط بها معالجة اللغات الطبيعية إذن هذا الاسم الطويل لهذا النوع إذن معاجم موجهة إلى الآلة المنوط بها معالجة اللغات الطبيعية Computer Oriented Natural Language Processing Lexicons إذن أصبحنا في هذا العصر في بعض اللغات ننتج معاجم للبشر ومعاجم للآلة ومن هنا كان الحديث عن قواميذ ذكية موجودة في محيط إلكتروني رقمي يكون فيها الانتقال عبر الموارد اللغوية المختلفة فالانتقال يكون من النصوص إلى المعاجم أو من المعاجم إلى النصوص لذلك هذا النوع من المعاجم أيضا أطلق عليه مصطلح المعاجم المحيط الشبكي The Online Environment فهذه المعاجم هي منفتحة على بيانات متعددة الوصائط ملتي ميديا وهذه البيانات المتعددة الوصائط تكون تحت طلب المستعمل حسب الحاجة أي أن المستعمل مخير بين أن يتجاهل الكم الهائل من المعلومات ويكتفي بالحد الأدنى إذا كان يحتاجه أو يطلب المزيد من التفاصيل حسب حاجته ويمكن أن يتجاوز البيانات اللغوية إلى بيانات أخرى متعددة الوصائط فهناك أن الحدود بدأت تذوب بين اللغوي والموسوعي إذا نتيجة هذا العرض السريع للمعاجم الإلكترونية ما الغاية من ذلك؟ نلاحظ أن المعجمية الغربية بدأت عصرا جديدا كما قلنا يتجه نحو الأتمة الأتمة ترجمة لأوتوميشن أي الاشتغال الآلي الذاتي دون تدخل بشري فالمعاجمية الغربية أيضا تعيش الآن مرحلة قطيعة مع المعاجمية التقليدية وفي المقابل المعاجمية العربية لم تدخل في تقديري بعد عصر المعاجم الذكية فبالتالي الأمر هنا يحتاج إلى وقفة تتأمل وهنا أصل إلى المرحلة الأخيرة من هذا العرض وذلك بوقفة نقيم فيها المنجزة وننظر فيها إلى المأمول أو المنشود في المستقبل بالنسبة إلى المنجزات إذن اللغة العربية كما نعلم إذن هي من لغات الثقافات الكبرى قديما وحديثا وهي تحتل المركز الرابع بين أكثر اللغات انتشارا في العالم وكما يقال لما كانت اللغة بأهلها إذن فمن الواجب تقويم ما أنجز ومقارنته بما هو متاح من تقنيات العصر ومن حق اللغة العربية على أهلها أن يخدمها خدمة طرقا إلى مستوى ما تحقق للغات أجنبية مثل إنجليزية لما لا فإذا نظرنا فيما تحقق من المنجزات وفي المأمول تحقيقه في ضوء مستجدات العصر إذن بالنسبة إلى المنجز لابد من أن نشيد بالجهود الموجودة في هذا الحال لا يجب أن نقدم صورة قاتمة ولا تعكس الواقعة فلابد من الإشادة بالجهود سواء المبادرات الفردية في مجال التأليف المعجمي منذ فجر النهضة العربية أو جهود مجامع اللغة العربية إذن التي اجتهدت في خدمة اللغة العربية ومنها مثلا مجمع القاهرة كان له نشطات بارز في مجال التأليف المعاجم وكذلك هناك جهود الجمعيات الأهلية في بعض البلدان في مصر وفي تونس جمعية المعجمية العربية تصدر مجلة منذ سنوات وهي تثير قضايا منهجية مهمة بطبيعة الحال المؤسسات الحكومية إذن جعلت خدمة اللغة العربية من بين سياساتها وهذه الجهود بدأت تثمر وتحقق من منجزات مهمة سنوات الأخيرة نذكر منها معجم الدوحة التاريخي للغة العربية والمعجم التاريخي للغة العربية بالشارقة معجم الرياض للعربية المعاصرة وقد صدر إصداره التجريبي منذ مدة قصيرة وكذلك من الموارد المهمة اللغوية المهمة نبدأ من أن نشير إلى المدونة اللغوية العربية لمدينة الملكة عبد العزيز العلوم والتقنية وهي مدونة لها ميزات كثيرة منها إتاحتها على الإنترنت وأنها أيضا تنهل من أوعية نشر متنوعة وتتوفر أيضا على أدوات بحث في النصوص وبالتالي إذن هي مدونة مهمة للباحثين إذن هناك جهود قيمة نباركها وهذه الجهود بدأت كما قلت تؤتي أكلها وما زالت بالحال تستحق أكثر بحكم التطور العلمي والتقنية السريع الذي أشرنا إلى بعض مظاهره سابقا إذن ما المطلوب لوصول المعاجم العربية إلى مصاف المعاجم العالمية المأمول كما بناء على ما ذكرنا هو تنويع المعاجم حسب الحاجة المستعملين عامة من الناطقين بالعربية وغير الناطقين بها والحاجة إلى مؤسسات دائمة متخصصة في إنتاج المعاجم العربية وهنا يمكن أن نستغل رمزية الخليل بن أحمد في لماذا لا تكون لدينا مؤسسة في إنتاج المعاجم إذن مثل تسمى دار الخليل للمعاجم مثلا إذن نحتاج أيضا تنويعا في الموارد اللغوية وبناء المدونات والقواعد البيانات المعجمية الرقمنة أمر مهم جدا فالرقمنة تيسر عملية التوثيق المعجمي المدعوم بالتقنيات الحاسوبية من الحاجة أيضا تدريب الكفاءات الشابة وإعدادها لخوض غمار المعاجمية الإلكترونية نحن أيضا في حاجة إلى التنسيق بين البدان العربية في إنجاز المشاريع المعجمية الكبرى فتنسيق الجهود يمكن أن يكون مثلا عن طريق الأليكسو ويمكن أن يحقق منجزات أكبر للغة العربية ومثلا المعجم التاريخي أنجز فيه مشروعان بالتوازي في نفس الفترة تقريبا في حين أننا في حاجة أيضا إلى معجم تأثيلي يذكر الأصول السامية للكلمات ويتتبع تغير دلالاتها واستعمالاتها إذن يمكن أن نذكر أيضا نقطة أخيرة الاستثمار في صناعة المعاجم وفي صناعة اللغة العربية فاللغة العربية إذن هي مجال للصناعة والاستثمار وأيضا لتحقيق العائدات المالية فإذا كانت لدينا معاجم جيدة إن شئنا وتستجيب إلى مواصفات الصناعة المعجمية في هذا العصر فالسوق الذي تروج فيه هذه المعاجم سوق كبيرة فتشمل البلاد العربية والإسلامية فالإنجليزية مثلا تحقق عوائد مالية مهمة جدا في بريطانيا وفي أمريكا فلما لا تكون العربية كذلك إذن ختاما لهذه المداخلة أقول إنما أعرضتها في الواقع هي مشاغل مطروحة على الصناعة المعجمية العربية قد أثرنا فيها من الأسئلة أكثر مما ترحنا من الأجوبة لأن الجوانب الإجرائية كما قلنا تحتاج تركيز فرق عمل ووحدات بحث وتحتاج عملا جماعيا وتحتاج إلى ندوات وورشات عمل كما قلنا فهذا هو أفضل سبيل للعمل باحترافية فإذا لفتت هذه المداخلة الأنظار إلى حجم ما ينتظرنا في خدمة اللغة العربية والمعجمية العربية فتكون هذه المداخلة قد حققت هدفها المرجو فوفق الله الجميع لما فيه الخير والسداد وشكرا على المتابعة والاهتمام بارك الله فيكم وحافظكم بسعادة الدكتور عبد العزيز وشكر لكم على ما تفضلتم به من إضافات ثمينة في قضية الصناعة المعجمية ومنهجيتها من خلال تقييم الوضع الراهني للتقاليد المعجمية العربية ورصدتم أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المعجمية والإشكالات المنهجية وكيفية علاج المواد المعجمية قبل وضعها في المعجم وأجبتم عن تساؤلات مهمة تدور في فلك التصنيف المعجمي الحديث وتوحيد المصطلحات والرواج والرائج من المفهود وكيف يراعي واضع المعاجم حركة التطور إلى آخره من المشاغل المنهجية الإجرائية وتفضلتم بعرض بعض التقنيات المساعدة على تحرير القواميس وضمان جودتها واتجاه الأتمتة في التأليف المعجمي وختمتم بارك الله فيكم بوقفة تقييم للمنجز المحصول والمنشود المأمول لوصول المعاجم العربية إلى مصاف المعاجم العالمية بارك الله في الأستاذ الدكتور عبد العزيز المسعودي ومده علما وتحقيقا وزاده إحسانا وتوفيقا ونبدأ المداخلات السلام عليكم الأكارم والأفاضل والحاضرون يعني إذا كان هناك رغبة في المداخلة أو المشاركة أرجو أن تقعلوا خاصية رفع الكف السلام عليكم دكتور محمد دكتور محمد ربيع الغميدي السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله الله مساء الجميع بالخير والمسرات أولاً أهلاً وسهلاً ومرحباً بسعادة الأستاذ الدكتور عبد العزيز المسعودي وهو العلم البارز والمشتغل بالمعجمية صاحب التصانيف المهمة في المعجم والمعجمية والصناعة المعجمية شكراً له على حضوره وشكراً له على هذه المحاضرة المميزة التي ليست بغريبة على أمثاله من الأعلام الحقيقة ما أثاره الدكتور من أسئلة وهو يقول أني أثرت الأسئلة أكثر مما أعجبت الحقيقة أن ما أثاره الدكتور يتضمن الكثير والكثير والكثير من الإجابات المحتملة وهذا هو ما يميز هذه المحاضرة الحقيقة هذه المحاضرة من وجهة نظري ليست تلميزة فيها تفردها وتميز الطرح فيها وحده بل أيضاً يميز هذه المحاضرة أنها بمجمل ما طرح فيها تغير كثيراً من التصورات عن المعجم وعن اللغة في عمومها تفضل الدكتور عبد العزيز بالإشارة إلى تصورات قارة ربما هذه التصورات عن المعجم وعن المعجمية وعن الصناعة المعجمية ربما سيطرت ولا زالت مسيطرة وكما قال وستبقى ربما مسيطرة إلى أمد بعيد وربما يكون هذا أحد العوائق التي ذكرها الدكتور ووقف عندها أحد أبرز العوائق نحو بلوغ ما نريد بلوغه في جانب المعجم هو تصورات الناس عن المعجم المعجم بقي مدة طويلة من الزمن ينظر إليه على أنه صندوق يحتفظ فيه بمفردات لا تزيد ولا تنقص وعلى الناس أن يتقيدوا بما في داخل ذلك الصندوق المحاضرة اليوم من ميزاتها أنها بدأت تنفذ العبار عن هذا التصور وتري أن المعجم هو أمر آخر المعجم هو كما تفضل الدكتور عبد العزيز هو الأكثر فتحا وانفتاحا بين أنظمة اللغة إذا كانت الأنظمة الصوتية مغلقة وإذا كانت الأنظمة التركيبية مغلقة وإذا كانت الأنظمة الصرفية مغلقة فإن النظام المعجمي هو الأوسع انفتاحا وهو الذي يستوعب ما يدخل إلى اللغة ويخرج منها وربما حتى لا يخرجه لكنه يحتفظ به في مكانه الخاص أما أن تحرف المعاجم إلى مسألة الحفاظ على مفردات معينة فهذا جنوح قد أدى إلى هذه التبعات التي نعيشها اليوم الحقيقة الأمر التقني الذي تفضل به دكتور عبد العزيز ومسألة المعجم الإلكترونية المعجم التقني المعجم المعتمد على التقنية المعجم الذي يظهر الآن تصورا مختلفا تماما عن المعجم الذي كان يسود وكان في أذهان الناس جانب مهم جدا وأعتقد أن اليوم لا يمكن الحديث عن المعجم دون أن يربط بهذا الجانب التقني الذي فصل فيه الدكتور عبد العزيز ولن أزيد تفصيله أكثر مما أوضح شكرا لدكتور عبد العزيز على هذا الثراء شكرا على هذه المحاضرة المميزة وأرجو أن تجد هذه الأفكار التي تفضلتم بها الآن المزيد من النقاشات لاحقا في لقاءات المجمع وفي لقاءات أخرى وهذه المحاضرة أنا أعدها برنامج عمل لحوارات حول المعجم والصناعة المعجمية والمنهج أيضا الذي تفضلتم بأنه ركيزة أساسية في العلم وأن العلم هو المنهج شكرا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم والسلام ورحمة الله وبركاته شكرا دكتور محمد وبركات الله وفيكم معنا الدكتور عبد الرزاق الصاعدي السلام عليكم يا دكتور السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا دكتور مرحبا حياك الله دكتور مرحبا شكرا لكم دكتور مصطفى على ما تفضلتم به من إدارة هذه المحاضرة شكرا لمجمع مكة وللقائمين على هذا النشاط شكرا للمحاضر الكريم الأستاذ الدكتور عبدالعزيز المسعودي من جامعات القصيم محاضرة كما تفضل الدكتور محمد ربيع الغامدي ثارت جملة من الأسئلة فيها توصيف وإشكالات وتطلعات مع تركيز على جميع المعاصرة والمعاجم لدى الأوروبيين وما الذين تطلعوا إليه في العربية مداخلتي أريد أن أؤكد على جملة من المبادئ المعجمية المهمة التي ينبغي أن لا تغيب عن الأذهان من المبادئ أن المعجم يرصد ولا يمارس سلطة النقد والإقصى هذه مهمة المعجم يرصد ولا ينتقي سلطة النقد أو النقد يتركها لغيره من المبادئ من حق كل كلمة نطقت بها العرب في عصور الاحتجاج أو بعد عصور الاحتجاج أن تأخذ طريقها إلى المعجم الكبير الشامل باعتبار أن المعاجم أنواع هناك معاجم خاصة وهناك معاجم عامة وكبيرة وهذا المبدأ يخص المعاجم الكبيرة فكل كلمة نطقت بها العرب ينبغي أن تأخذ طريقها إلى المعجم الكبير الشامل من المبادئ في صناعة المعاجم ينبغي أو على الأقل نتوقع أن يتفوق المتأثر على المتقدم لأن المتأخر أتيح له ما لم يتح للمتقدم من المبادئ نحتاج في العربية إلى معجم شامل حي نام كما قال الدكتور المسعودي يبدو لي أن في هذا العصر أن المعاجم الفردية التي تقوم على الفرد في طريقها إلى الأفول أنا أقصد بالمعاجم التي تعمل الآن وليس المعاجم التي عملت سابقا العمل الفردي في المعجم في طريقه إلى الأفول وبدأ ظهور الأعمال الجماعية في صناعة المعجم أشار الدكتور إلى بعض المعاجم وأنا سأركز على المعاجم العربية بعد عصر النهضة وهذا الذي يعنينا التراث المعجمي العربي القديم بزاخر والعربية في تراثها المعجمي تكاد تكون الأولى عالميا في الرسيد المعجمي بديها من المعاجم الرسيد المعجمي ما لا تكاد تجده في لغة أخرى لكن نتحدث عن زماننا في العصر الحديث أو بعد عصر النهضة ظهرت جملة من المعاجم منها مشيطة مشيطة للبستاني وأقرب الموارد للشتوني ومثل اللغة للعامل ثم المعجم الوسيط ثم المعجم الكبير لمجمع القاهرة هذه المعاجم التي ذكرتها تعتمد على المدونة القديمة بشكل كبير وتهمل إلى حد كبير اللغة الحية أو ما يسمى المولد مع أنها لم تهمل ذلك بشكل كامل لكنها لم تركز على ذلك ثم جاءت بعد ذلك مجموعة من المعاجم انتفتت إلى المولد منها معجم العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر ومعجم الغني لعبد الغني أبو العزم وأخيرا معجم الرياض الذي أعلن عنه قبل شهرين ولدينا في الجامعة الإسلامية مشروع كبير ولكنه في بداياته وهو معجم العربية الشامل هذا المعجم يجمع بين القديم وبين الحديث ويركز على هذه المبادئ التي ذكرتها قبل قليل المتن المعجمي القديم كل المتن المعجمي القديم يجب أن يكون في الجذر بكل جذر من العين إلى تاج العروس ثم يأتي بعد ذلك المستدرك هناك مستدركات كثيرة على المعاجم القديمة والمستدرك على نوعين مستدرك موثوق يعني لدينا وثيقة عليه إما من ديوان شعر أو من مصدر من المصادر القديمة في حصور الاحتجاج ولكنه لكن اللطف أو الكلمة لم تأخذ طريقها إلى المعاجم ماذا أسميها الفوائد القطعية وهناك نوع من المستدرك لم يزل في حيز الظن وأسميها الفوائد الظنية أو المستدركات الظنية هذه المستدركات لها شروط إذا تحققت فيها الشروط وصلت إلى درجة الظن وينبغي أن تأخذ مكانها في الجذر مع وصفها الظن ليحترز بهذا الوصف حتى لا تدخل المتن ويظن أنها من اللغة الكديمة التي روية ترواية ثم يأتي المولد وأنا أركز على المولد دائما أقول المعجم المعاصر الذي لا يعتني بالمولد ليس له قيمة اللغة حية ونامية فيجب أن نركز على جانب المولد جانب التوليد هو الذي يميز زماننا هو الذي يميز هذا العصر ما الذي نضيفه على اللغة وكما تعلمون اللغة تأخذ بالقياس تأخذ بالسماع وأيضا تأخذ بالقياس هناك جانب كبير بالقياس وكما يقول أن حيون ما كيس على كلام العرب فهو من كلام العرب يضاف إلى ذلك في الجذر الواحد بعد هذه المستويات المصطلحات وبهذه الصورة يصبح الجذر في معجم العربية الشامل الذي نقترحه في الجامعة الإسلامية يصبح الجذر ثريا مكتنزا وأتوقع لهذا المعجم على هذه الصورة وعلى هذه الشرائط أن يكون كبيرا وقد يصل إلى مئة مجلد وهو بمناسبة يختلف تماما عن المعجم التاريخي المعجم التاريخي هذا شيء مختلف لأنه يؤرخ للكلمات ويؤرخ للدلالة وهذا لابد منه ولكنه لا يغني عن المعجم الكبير أو المعجم الشامل لا يغني هذا يؤدي غرضا والمعجم الشامل أو المعجم الكبير يؤدي غرضا آسف على الإطالة وشكرا لكم شكرا الله لكم مكتور عبد الرزيق على هذه المداخلة القيمة الدكتور عبد الكريم الزهراني معنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله مرحبا دكتور عبد الكريم شكرا الله لكم لهذه المحاضرة الطيبة من الدكتور عبد العزيز فقد كانت ثلية فعلا وكما قال وأسلف السابقاني أو قال السابقان الدكتور عبد محمد ربيع الدكتور عبد الرزاق وهي حقيقة ثارت عديد من التساؤلات القضية المولد يقول الدكتور أو سؤالي أنها وقفت فعلا وقف الجمع للمادة والمحتوى المعجمي بعصر الاحتجاج أو عند عصر الاحتجاج وقال أن ذلك مرتبط بقضايا الاستشهاد بالنحو وعلى قضايا النحوية والصرفية ومعلوم أن المعجم هو وصفي وليس لا يوجد فيه من المعيارية شيء فهذا المفهوم سرى لكن سؤالي يعني ما ظنك يعني القول بهذا القول أنه سرت المعيارية النحوية والصرفية على قضية المعجم في وقف جمع المادة والمحتوى المعجمي ومعلوم أن العربية التحولات فيها يعني قليلة يعني حتى في قضية العبارة وفي قضية الكلمة لا نجد يعني تحولات كبيرة أو جذرية للمعنى للمفردة أو المفردة حتى في قضية التركيب ويمكن تبدأ بالصوت يمكن الصوتيات هي التي فيها تحولات قد تكون موجودة حتى بين اللهجات العربية فالسؤال هل فعلا هناك مباحث يعني نصت على هذه القضية وقضية سريان المعيارية النحوية والصرفية على المعجم العربي وكما أسأل فالدكتور عبدالرزاق أن فعلا المعجم المفترض أن يكون وصفيا ولا يدقل في قضية المعيارية والنقل وجزاكم الله خير وأكرر شكري على هذه المحاضرة التي فيها تساؤلات الحقيقة الكثيرة وأثارت جوانب عديدة في هذا اليوم المبارك جزاكم الله خير مبارك شكري أولا أشكر الدكتور عبدالعزيز على هذه المحاضرة القيمة جدا وأشكر كذلك مجمع اللغة العربية بمكة على مثل هذه المحاضرات التي تثير دائما قضايا تخص اللغة العربية وتطويرها في عصرنا اليوم وأشكر جميع الحضور والزملاء الكرام نريد أن نشكر الدكتور أولا على تشخيصه للواقع المعجم العربي وترحيه جملة من الآراء التي ستمكن المعاجم العربية من الخروج من هذا الواقع التي تعيشه اليوم و إذا طبقت فعلا ستلتحق اللغة العربية باللغات الأخرى المتطورة في البلدان الغربي أولا ملاحظة الأولى اللغات الأجنبية خرجت من القاموس إلى المعجم بسبب يعني عدولها عن مفهوم المعجم في حد ذاته والذهاب إلى ما يسمى بصناعة المدونية الكبرى بيك داتا وهذا بدأ كما تعلمون في ألمانيا ثم بريتانيا وفرنسا فيما بعد إلى غير ذلك إلا أننا لم نهتم بهذا في الوطن العربي إلى اليوم فبقيت لدينا قواميس كتب مغلقة كما قال الدكتور الربيع ويعني نضيف إليها بعض الإضافيات من هنا وكذلك قضية الفصيح والعامي لا زالت تشكل عقبة كبيرة أمام الصناعة المعجمية في الوطن العربي لدي بعض الأسئلة لماذا لم تتمكن الطواميس العربية من ذلك لماذا لم تتمكن من دخول أي التخلي عن مفهوم القموس والذهاب لمفهوم مدونة الكبرى اثنين إلى أي حد تستفيد هذه القواميس من تطبيقات الذكاء الاصطناعي اليوم وهي كثيرة جدا ومتقدمة جدا وغيرت يعني العالم انصح التعبير اللغوي في البيدان المتقدمة وشكرا جزيلا شكرا دكتور عبدالخاليس الله الأستاذ دكتور فهد الهيبي السلام عليكم وعليكم والسلام أخي العزيز الصوت واضح نعم وفضل ورحمة طيب أولا شكرا جزيلا لزميل الفاضل الأستاذ دكتور عبدالعزيز المسعودي تعفو عرفته طبعا زميلا جادا ومناقشا في الرسائل فجزا الله خيرا على هذا الطرح الجميل المليء بكل جديد شكرا طبعا للمجمع وشكرا للزمال الكرام والأساتذة الذين أثروا النقاش بالمداخلات الجيدة أخي العزيز يعني أحب أن أشير إلى نقطتين النقطة الأولى هي الخلطة الكبير بين مبادئ علم اللسانيات ومبادئ فقه اللغة طبعا الجميع يعرف أن علم اللسانيات موضوعه اللغة الحية اللغة الحية التي يتكلمها الناس على طبيعتهم بينما فقه اللغة هو يدرس اللغة المكتوبة على وجه الخصوص يبدو هذا يعني غير واضح حقيقة في مجال اللغويات العربية إجمالا وفي مجال تأليف المعاجم على وجه الخصوص النقطة الثانية هي القفز إلى ثمار اللسانيات يعني طبعا نحن نعرف أن المعاجم المحوسبة هي من ثمار علم اللسانيات لكن طبعا العرب يقفزون قفزا يعني إلى المناجم المحوسبة ويقفزون مثلا إلى يعني ما ما يسمونه هم اللسانيات الحاسوبية وهو ليس كذلك يعني على سبيل المثال في مجال اللسانيات الحاسوبية اللسانيات الحاسوبية هي التداخل الاختصاصي بين علم اللسانيات وعلم الحوسبة لكن طبعا تعرف في مجال اللغة العربية ممكن يقفز واحد هكذا ويقفز بظاهرة وأحيانا يكون هو غير مختص ولا ينطلق من مبادئ العلم لا ينطلق من مبادئ علم اللسانيات ولا يلقي نظرة للمنجزات في اللغات الأخرى هذه قضية أيضا القفز إلى ثمار اللسانيات يمكن نطلح سؤالا كيف تتطور المعاجم العربية المحوسبة دكتور دون تطور المبادئ العامة لعلم اللسانيات واللسانيات الحاسوبية على وجه الخصوص يعني يقال أن أحد الجامعات بدأت في إنشاء كلية للطب قبل إنشاء كلية العلوب يعني ممكن هذه ملاحظات سريعة يمكن الدكتور أقرب إلى الاختصاص لعله يعطي المعات أكبر شكرا جزيلا أخي عزيزي شكرا المداخلة التالية المتداخل الكريم حاء فاء هكذا الاسم أمامي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المقصوة واضح نعم تفضح حياكم الله شكرا لكم وللدكتور عبد العزيز على هذه المحاضرة حقيقة المفيدة الماتعة وأن كنت لم أحضر المحاضرة الكاملة ولكن هناك نقاط ربما أشار إليها بعض الزملاء أولا أنا أشكر الدكتور عبد العزيز على حقيقة الوقوف على واقع المعتم العربي ومن الذي ينبغي أن يفعله كذلك أنا أشكر الدكتور عبد العزاق الصاعدي على تلك الحلول الرائعة التي يجب أن يكون عليها المعجم العربي ولكن هناك نقطة ثانية الأولى حقيقة سبقني إليها الدكتور فهد الهيبي وهي مسألة المعجم المحوسب نحن اليوم بحاجة إلى هذا المعجم هذا المعجم هو الذي حقيقة يستطيع أن يصل بصورة أوضح وبصورة أسرع ويجب أن يخطو المعجم هذه الصدوة المباركة ويجب أن تكون لهذا جهود واضحة ولعل هذا يقوم عليه مجموعة من الأساتذة الذين يجمعون بين المعجم والحوسبة ولكن كما ذكر الدكتور فهد وأنا أوافقه تماما على ما ذكره وهي تفعيل اللسانيات الحاسوبية في الجامعات وهذه من النقاط التي يجب أن تخطوها الجامعات جميعا ثم بعد ذلك الدخول إلى المعجم المحوسب أقف وقف مهم ما ذكره حقيقة شيخنا الدكتور عبد الرزاق الصاعدي المعجم الشامل هذه خطوة رائدة وحقيقة من الجهود المباركة التي يجب الصوت واضح نعم وكذلك المعجم الشامل المعجم الشامل أنا على إطلاع بهذا المعجم وحقيقة من الذين ينتظرون هذا المعجم ونسعد بالعمل في هذا المعجم ولكن ربما اعذروني أن أسأل الدكتور عبد الرزاق الصاعدي سؤال مهم ماذا عن اللهجات وتعدد اللغات وتعدد الدلالات في هذا المعجم وكيف يكون العمل على هذه الجزئيات شكرا لكم شكرا لكم نجمع اللغة العربية بمكة المكرمة أن أتاح لنا فوصة الاستماع لهذه المحاضرة القيمة الحقيقة سؤالي يتمحور حول قضية الإنحاء وعلاقتها بالدرس المعجمي والتاريخي بخاصة لا سيما لا سيما أن الإنحاء يمثل تطورا لألفاظ اللغة لكننا عندما نتصفح بعض مواد المعجم التاريخي لا نجدها تتناول قضية التغير اللغوي بصورة شاملة كما أنها تغفل الأسباب التي تؤدي إلى التغير اللغوي هل يمكن للدرس الإنحائي أن يحضر في المعجم التاريخي أو في المعجم العربي مستقبلا؟ شكرا جزيلا لكم بارك الله فيكم طيب دكتور عبد العزيز الكلمة معكم الآن بارك الله فيكم شكرا لجميع المتدخلين على تفاعلهم ومع هذه المحاضرة وأتفق مع ما جاءت في كلام سعاد دكتور محمد ربيع الغامدي وسعاد دكتور عبد الرزيق الصاعدي فتدخلهما قد أغنى المحاضرة وأثرها وبالتالي أجدد لهما شكري إذن دكتور الغامد إذن يقول الأمر يتعلق يكاد يكون برنامج عمل ففي الواقع يمكن اعتبار هذا هذه المحاضرة فيها الخطوط الكبرى لبرنامج العمل للمعجمية العربية ولكن دائما العمل الجماعي هو الذي يدقق الأمور أكثر ويحدد الحاجيات أكثر دكتور الصاعدي أشار إلى أن المعجم الفردي أو العمل الفردي قد ول زمانه فأنا اتفق معه تماما سواء في العمل المعجمي أو حتى في البحث الباحث المنعزل أو المعجمي المنعزل إذن الجهد الفردي لا يكفي بالإحاطة باللغة خاصة في عصر التقنيات وفي عصر السرعة مسألة المعيارية أثارها الدكتور عبد الكريم الزهراني في الواقع المعيارية في الصرف والنحو إذن هذا طبيعي إذن هناك قواعد نحوية إلى غير ذلك لكن ما يحكم أو إن شاءنا ما يحكم الرصيد المعجمي إن شاءنا هي المسالة الفصاحة إذن المفهوم الفصاحة كأنه يقابل المعيارية فإذا تمسكنا بمفهوم متشدد للفصاحة ووضعنا مقاييس فيها تشدد للفصاحة فهذا من شأنه كما قلت أن يعزل المعجم عن واقعه فالتطور دائما يحدث حتى في مثلا الأبنية الصرفية إذن فخذ مثال المعجم ما يسمى في الصرف المصدر الصناعي إذن هذا المصطلح ظهر متأخرا لأن هذه نوع من المواد يبدو أنه راجع في الاستعمال بصفة متأخرة فكان وصفه أيضا متأخرا وكان هذا المصطلح الذي ظهر عند النحات المتأخرين المصدر الصناعي إذن فاللغة دائما تحاول أن تواكب الواقع وخاصة المعجم فالمعجم كما قلنا إذن هو منفتح أو أكثر مستوى من مستويات اللغة انفتاحا على الواقع وقبولا للتطور دكتور خليفة الميساوي إذن يقول ما الذي يمنع إن شئنا القاوميس العربية من الانفتاح على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقدير الأمر يتعلق بالبنية التحتية للإنتاج أو لهذه التطبيقات وما ذكره سادة المتدخلون بعد تدخل الدكتور خليفة يضع الإصبع على النقطة الحساسة إن شئنا وهي الاستفادة من الحوسبة والاستفادة من التقنية الرقمية فنحن في حاجة إلى كأننا نستهلك في المجال الرقمي في المجال الإلكتروني نحن نستهلك ولا ننتج فالمطلوب هو أن ننتج أن ننتج التطبيقات وهذه التطبيقات لا يمكن أن نتقدم فيها في غياب المؤسسات ووحدات البحث ومركز البحث وهنا كأنني بدأت أجيب على تدخلات الدكتور فهد الهيبي وفهد سالم المغلوث وأيضا أحمد الحسان بلنسبة أحمد الحسان سأعود إلى تدخله الموجود في الجامعات الغربية إذن هو وحدات البحث ومراكز البحث في الجامعات فهناك مثلا نأخذ مثال جامعة باريس 13 إذن كان فيها موريس جراس وأنا عندما كنت طالبا زرت هذا المختبر وهو مختبر التوثيق اللساني إذن موريس جراس هذا من تلاميذة هاريس وأسس مختبرا في الجامعة باريس 13 لمعالج الآلية للغة الفرنسية وبفضل فريق البحث إذن توصل إلى تطبيقات مهمة فصنع ما يسمى المعاجم الإلكترونية للغة الفرنسية فهذه المعاجم تستطيع أن تبحث آليا في المدونات الرقمية مثلا إذا كانت عندك رواية باللغة العربية وعندك هذا المعجم الإلكتروني للغة العربية وأردت أن تبحث عن كلمات جديدة أو أن تبحث عن تركيبة معينة أو صيغة صرفية معينة إذن سيقوم المعجم بالتعرف عليها أو استخراجها بصفة فورية فإذن المشكلة هو في تقديري هو البنية التحتية إذن غير متوفرة بما يكفي في الجامعات وحتى إذا توفرت فكأنها غير منتجة تبقى في مجال البحوث النظرية فلابد من التطبيق في مستوى وحدات البحوث في الجامعات وتحويل اللسانية الحاسوبية من بحث نظري إلى ممارسة منتجة بالنسبة إلى المدخلة دكتور أحمد مسألة الإنحاء الإنحاء كما تعلم إذن هو يبحث في تطور الأشكال اللغوية أو في تطور دلالات الكلمات من معنى معجمي إلى معنى نحوي فبطبيعة الحال المعجم التاريخي يجب أن يستفيد من ذلك فالمصدر الأساسي أو من المصادر المهمة في مدوانة المعجم التاريخي يجب أن تكون الدراسات الإنحائية لكن هذه الدراسات الإنحائية في العربية هي قليلة أو تقريبا منعدمة فكم لدينا بالعربية من دراسة في الإنحاء أنا قد صدر لي بحث في التطور اللغوي في مركز الملك عبد الله لرعاية اللغة العربية سنة 2019 وأثناء إعداد هذه الدراسة أكد لا أجد بحوثا أعتمد عليها ففي دراسة عدت إلى كتب النحو وإلى المعاجم وإلى ذلك للبحث عن بعض الأمثلة لتوضح مظاهر الإنحاء في اللغة العربية إذا عدنا إلى لغات أجنبية نجد معاجمة في الإنحاء ونجد مدونات ونجد ندوات عالمية عقدت في ظاهرة الإنحاء مثلا في اللغة الإنجليزية خاصة إذن هناك مادة ضخمة مادة معرفية ومادة فيها وصف لبيانات اللغة الإنجليزية موجودة بكفرة ويمكن للمعاجم التاريخي أن يعتمد عليها وأن يستفيد منها فالمعاجم إذن هي تستفيد من الدراسات النظرية والتطبيقية خاصة ومن كل الموارد اللغوية المتوفرة فهذا تقريبا ما يمكن أن أعلق به بإجازة على مدخلات لطفا سعد دكتور هناك مداخلة للدكتور عز الدين المجدوب كان قد تفضل برفع الكف لو يرغبوا في الدكتور السلام عليكم دكتور عز الدين السلام عليكم طيب دكتور يبدو أنه يعني غير متاح الآن طيب دكتور يعني كلمة أخيرة نختم بها هذا اللقاء الثرر إن شاء الله يعني كلمة ملخص لما جاء أو يعني كلمة أخيرة يعني نختم بها اللقاء شكرا إذن ما يمكن أن نختم به إذن هو الوقوف للغة العربية واستثمار كل ما يتوفر من تقنيات في هذا العصر ومن كفاءات بشرية ومن موارد مادية والعرب أمة قادرة على ذلك فلعل ما ينقص إذن هو تنظيم الإمكانات والتنسيق والعربية إذن جديرة بأن تستفيد من كل ما توفر في هذا العصر من نظريات ومن تقافة لسانية ومن تقنيات معلوماتية وأرجو التوفيق وإن شاء الله المستقبل أفضل من الماء آمين آمين دكتور في الختام أتقدم بأخلص الشكر والتقدير لسعارة الأستاذ دكتور عبد العزيز محمد المسعودي على هذا الطرح الثري في قضية البيانات المعجمية العربية بين المنهج والصناعة وضرورة رصد مظاهر التطور في المواد المعجمية من مصطلحات ومفردات لأن اللغة تحاول أن تواكب الواقع والمعجم أكثر مستوى من مستويات اللغة انفتاحا على الواقع وقهولا للتطور وأننا يجب أن نكون منتجين للتطبيقات لا مجرد مستهلكين فحسب فالعربية جديرة بأن تستفيد بكل ما تنتجه ثقافة العصر فكل الشكر والتقدير لكم دكتور عبد العزيز على هذا الطرح الممتع والمفيد وكل الشكر والتقدير لكل من شرفنا وشاركنا من الضيوف بمداخلاتهم القيمة التي أثرت اللقاء ونود أن نلفتع عناية حضراتكم إلى أنه في حال الرغبة في إصدار شهارة حضور نرجو ملء النموذج المرسل كما نشير إلى أن لقاء السبت القادم سيكون بعنوان الزوائد المتحجرة محاولة للتقريب بين البصريين والكوفيين يكون معنا فيه إن شاء الله سعادة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق الصاعدي الأستاذ في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فإلى الملتقى بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته